عم بتحكي كيف العالم هيكة انه اللي عايش بره بركة عنده هال فرصة تقدر تفكر بأسس شوية وجودية اكتر تقدر تتأمل أسس نعم هون العالم بتحس انه هالقنين بيدوامي ومعن بيطلعوا منا يعني مسأل هلأ ما بعرف كيف العالم كله عم تحكي عن دكتور فود وعن كاتريكسا وعند شو اسمها هذه المرتو ما بعرف شروق 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 والعاني بجنوب لبنان وما بيعرفوا ايه يحكوا الا عن دكتور فود او عن نادر سعب ما بعرف شو عامل الغلطة وشيخ سعد رجع وعندك اباتار المستقبل اجع وقال انه كل املكة وكل دمي لا عند هدا ليه عامل بحالك هيك انا حابب بقول انه انا كل املكة ودمي فدى الشيخ سعد الحريري والشهيد رفيق الحريري وبتقول مان فاك انه بعد كل شي اللي عملني الثورة الانتخابات كذا بعدنا بهيدا بهال هيك السقفة الزعامة وبهالاك الخرامة جايز بقى بتثور انسينا انه حقنا نحلم بهيدا البلد هيدا من حقوقنا يعني احنا عنا حق انه يكون عنا فيجن كيف يكبروا ولادنا وين يتعلموا يحققوا احلاموا بهيدا البلد وحقنا انه يكون عنا دولة مثل الخلق وهيدا الشيخ وصلنا لمحال انه ليك تعرف شو خييف اذا بلدولي بلدولي بس انه امن لي هلأ بس عيش وصرنا هالقد احلامنا صغيرة وهالقد تموحاتنا بس على ابسط حقوق ابسط حقوق انه امن كهرباء وركب انفرتر وحط طاقة شمسية وبتصير هيدا انجازنا بس عن جد حقنا نعيش اكتر من هيك حقنا منع تلهم انه اذا سعد الحريري رجع بالنيو لوك لا مثلا لا بس كمان هيدا حبيد انا البوز على انستغرام من ام تي في نيو لوك صعد الحريري في عالم عبقى نجاز معكم خبر قدي كان في قصص اهم نحكي عنا كان بهيدا الاسبوع من انه النيو لوك تبع الحريري في حرب بجنوب لبنان هيدا المهم سعد حريري سعد حريري ما بتحس انت وانت انه مثل هولي الستارز و هولي الفنانين يلي بيجوا بقولوا لك هذا اخر كونسرت هيدا عاشر اخر كونسرت ايه وبيجع بيجي بعد سنتين وبيجع بيجي بعد سنتين مغلنا ينالو سونيكا نوري فور ايه لا انا من سنتين انا ريفل هو كمان ع دبي او ابو دبي ما بعرفين ايه ورجع وليليليليليلي انه لا خيالوا كل الاسباب اللي كان لازم ينزل جمهور طيار المستقبل عليهم عالطريه من الالفين وتسعة عشر لهلأ كان السبب انه ينزل عالطريه ليستقبل سعد الحريري بكل الاسباب لك انه بصراحة انا سامع من الاشخاص انه بس رجع سعد الحريري طيار المستقبل بلش يعطي مئة دولار وتلوله للعالم كان بس تحط موسيئة وتنزل وتحتفل تلات مئة اللي يحطوا ميجافون على الكاميونيتر اوه بين مئة و تلات مئة هذه الاشيعة اكيد بس انه تحطوا موسيئة ينحبوا طيار الحريري هو العالم ممعت هاكل ومش بس هدل المستقبل عم نحكي كل الحزاب هاك بيعملوا عفكرة التمنميز يعني يعني انا انا اللي عشته هلأ بالاكسبرينس الكتير دايقة باخر كم اسبوع على التيفي وشفت العالم قدي لقلون كان مهم يكون في هاك برنامج اذا في شي واحد علمته ادي في لك اوف ليدرشيب هيدا البلد ادي في عالم عم تحكي عن حيالة شي مع عدا يلي همون في العالم ادي اليوم الليدرشيب سياسي اللي عنا يدي كونكته ما كأنه موجود كومبليتلي انا كنت عم تحكي قبل عن الجنوب كيف يعني بعد ما في ولا وزير نزل على الجنوب كيف يعني نحنا اليوم سوري كيف يعني نحنا اليوم بنقول انه اليوم في منطقة دايما منتهمها انه هي برات سيادة الدولة منتهمها انه آه كلون حزب وكلون بيتبعوا لايران وبنسي نحنا نكبهولي الجمال العشوائية بنفس الوقت نحنا لما اليوم لما يكون الجنوب بحالة حرب ما في ولا اي وجود للدولة بالجنوب لابن الجنوب ما دايما بيقولوا انه انه الشخص اللي عم يقطع بفترة صعبة بيقولوا عينه دايقة يعني بمعنى انه رح يتذكر اليوم مين كان حده رح يتذكر مين حكي عنه رح يتذكر مين تعاطف معه دولة لبنانية مفقودة كمبليتلي وهيدا الشي مش بس رح يأسر لهلأ رح يأسر لبعدين لتعاطينا مع هيدا الموضوع لان احنا بنعرف انه كان في عنا مشكلة وكان في معضلة عم نحكي عنا بالجنوب وعم نحكي عنا بالبقاء بس اليوم هل هيدا هو الحل انه نحنا نعمل كامسينوريانتة كأنه هيدا الشي مانه موجود نهائيا بس بحب شو الأنياك انه خي لما ميتت كوني إليزابيث عملوا ثلاثة ايام كلمان الحد نجمياتي عنا ما عم بتموت بجنوب ولاد نساء عائلة كاملة كاملة وين هالتضامر خي ينزل وزير يصير في day of morning ما في شي كأنه ما في شي ما في شي في وزير الأشغال بس بيتصور تحت كل مرة بتسكر الطريق بينظر بياخد صور وهيك وبيعمل البوز ميديا طبعه ودايما مش الحق عليه ودايما هو مش فهمين أصلا شو عم يعمل به هيد الوزارة وليه أصلا هو هون وبنفس الوقت اللي خلص البلد كأنه بايدواي كأنه عم يصغر وأعرف حسين عم نقول إنه وين الدولة وهيك ما في دولة لا بس أنا كأنه في دولة يعني إحنا بوضع إنه شواء إبريد كأنه في ردة نسميها دولة إبريد بس الدولة 2.0 ما وصل لأ ولا بلد بالعالم هيد دولة كأنه working from home إنه ما في لزوم ليه بد أن نزل على الشغل معلم دولة from home دولة from home ما في working I think I think صننا لمحال إنه ما بعرف شو نطرين ما بعرف أنا كان دائما نفكر إنه إنه في لاك أوف ليدرشب بس ولا مرة عرفت إنه هالآت في لاك أوف ليدرشب في دولة فجالة كتير مهمة بعني برسوني إنه كانت دائماً باك أنت فورت مع البلد يعني دائماً أوقات بسير كتير انفولفت أوقات ببطل انفولفت أوقات برجع بسير كتير انفولفت نحن هيك وهلأ يلي حاسوا إنه أنا فتت بقلب فتت بقلب هيدا شو بيسموها كأنه الروش صح؟ طبع الأباي طبع ترجموا ليه هيدا بالعربي النحل بس إنه البيت ما معاش اسموه وأنا هلأ بنصف الوكر وعم ببرم هرفتوا هيدا المشهد إنه أنا لابس تيابة وأنه أنا عم ببرم وهلأ شو بدي أعمل طولع في كتير نحل طولع إنه مش في نحل كفاية في كتير نحل وفي كتير مواضيع وانا هلأ فجأة صار عندي مسؤولية على التيفي أحكي بهول المواضيع ومش إنه في جاب بيني وبين الدولة بلاوي وقات بحس حالة إنه ليه أنا عم بحكي ليه بدون يرجع يشارعوا الزواج المدني دخلك مش هي كان لازم الوزير يعملها أنه إذا حبيتوا هيدا الكليب وجعبتكم تحضروا هالحلقة بكاملة بتكبسوا هون وبتعاملوا لايك وتتكبسوا كمان فيكم وتعاملوا سبسكرايب هون تكبسوا هيدا الزر وتحضروا كل السادات تابعونا كل الكليب وكل البوست وظهلكم تابعين سرده افتدنا